اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عند الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لدى رعايته حفل افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب ومجتمل عليه من توجيهات سديدة ومضامين جامعة يحدد اتجاهات العمل الوطني في المرحلة المقبلة لتحقيق الخير للبحرين وأمنائها وأشار السموه إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للوصول به إلى مستويات متقدمة بما يحقق الأهداف المنشودة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى حيث نوه السموه بالجهود المخلصة لعضاء السلطة التشريعية الذين يضعون نصب عيونهم دوما نفعة وازدهار الوطن متمنيا لهم التوفيق والنجاح وأن يكون دور الإنقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس مكملا لما تحقق من إنجازات بفضل التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أشار سموه إلى أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحرق الرؤية الملكية السامية نحو المزيد من الإنجازات التي تعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن من جانبهما أعرب معالي رئيس مجلس النواب ومعالي رئيس مجلس الشورى عن بالغ شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص واهتمام دائم بمؤصلة تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مؤكدين حرص السلطة التشريعية على كل ما من شأنه تحرق الخير والنماء للوطن والمواطن ترجمة نانسي قنقر